الآن كما تشاهدون أمامنا فلادينا شبكات طبعاً نحن الآن في هذا الفيديو لا نتكلم عن الشبكات المنزلية سنتكلم عن شبكات الشركات ومنه ستتعلم شبكات المنزلية شبكات المنزلية فهي شبكات بسيطة جداً حاسوب تربطه بالراوتر ثم تتصل بالأنترنت أما في شبكات الخاصة بالشركات فهنا تأتي عمليات التفكير وكذلك معرفة كيف تشغل الشركات سواء كنت تريد أن تقوم باختبار الاختراق عليها أو كنت كذلك تريد تعلم الشبكات من أجل جهاز انتحان CCNA أو إلى آخره الآن كما تلاحظ لدينا هنا دعوني أبحث عن بعض الأقلام الملونة حاسن جداً لدينا هنا كما تلاحظون سويتش طبعاً هذا سويتش وهذا الراوتر وطبعاً هنا لدينا الـ ISP أو ما نسميه بالأنترنت الآن سنسأل بعضنا البعض كيف فهل نفترض مثلاً لماذا نضع يعني سويتشين عوض سويتش واحد ونقوم بربط هذين الاثنين معه طبعاً في بعض الأحياني أخي وأختي فهذا السويتش هنا هذا السويتش الذي تشاهده أمامك هنا قد يكون في الطابق الأول وهذا في الطابق الثاني مثلاً لنفترض قلنا نحن أنه هذا يعني لن نفترض أي شيء الآن المهم هو أن نجعل الأمور سهلة ويعني بسيطة إلى أكبر حد أليس كذلك؟ بل هو كذلك إذا لدينا هنا طبعاً سيرفر قد يكون أي سيرفر يعني mail server dcp dns يعني active directory أي شيء قد يكون هناك لدينا هنا حاسوب المستخدمين طبعاً نحن لن نربط نفس السويتش الذي به السيرفر مع نفس السويتش الذي به المستخدمين طبعاً فقط للحماية ولكن الآن يفهم شيء واحد معي وهو أنه لدينا حاسوب لدينا السيرفر لدينا سويتش مربوط مع سويتش آخر مع الراوتر مع الـ ISP حسن جداً الآن أصبحت مدير شبكة يمكنك أن تنصرف المهم يا إخوان الآن كيف أصلاً ترتبط هذه السويتشات وهذه الراوتورات مع بعض البعض وهي ترتبط باستعمال أحد الكابلات كما تلاحظ الكابل الذي نربط به الحاسوب مع السويتش في أغلب الأحيان يكون إيترنت يعني كابل إيترنت كما تشاهد هنا فهو يكون إيترنت يعني نربط السويتش مع الحاسوب عن طريق الإيترنت وفي بين السويتش والسويتش نستعمل يئما الفايبر أوبتيك أو يئما الإيترنت أغلب شركة تستعمل إيترنت ولكن الآن أصبحوا يستعملون كذلك الفايبر أوبتيك وخاصة إذا كانت هذه السويتشات التي تتوجد في نفس البناية يعني هذا في بناية وهذا في بناية ماذا تقصد بهذا يأخذر فقط يعني الآن ستفهمون دقيقة واحدة وقلنا أنه حتى تربط يعني الراوتر مع الهاتف يمكنك كذلك أن تستعمل فيبر أو يمكنك أن تستعمل إيترنت حاسن جدا وطبعا بين الراوتر والأنترنت كذلك إما فيبر إما إيترنت الآن ستسألني أخذر ماذا تقصد بأن هذا السويتش في مكان وهذا السويتش في مكان وأخي في بعض الأحيان في بعض الأحيان أو في أغلب الأحيان الشركة تكون لديها يعني عدة فرع مثلا هذا الفرع كما قلنا في مدينة وهذا الفرع في مدينة أخرى حاسن جدا يعني هذا مدينة واحد وهذا مدينة جوج ولديها الـ Data Center أو ما نسمي نحن بالـ MDF أو Main Distribution Facility التي تكون يعني الراك الرئيسي أو الشبكة الرئيسية أو عفوا البناية الرئيسية التي يتم وضع فيها جميع الأجهزة وهذه البناية تكون محمية بعدد يعني بكاميرات وبعدد كبير من الأجهزة لكي لا يدخل لها أي شخص وقلنا أنه تتقيم بربط يعني هذه البناية واحد بـ MDF الذي نسمي Intermediate Distribution Facility والبناية إثنان بالـ MDF يعني بلا 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 حاسن جدا الآن هذا الكيبل الذي نستعمله نحن هنا طبعا لن نستعمل إيترنيت لماذا فنحن نستعمل Fiber Fiber و Fiber لماذا؟ لأن الإيترنيت الإيترنيت كيبل الذي هو طبعا هنا لا يذهب أكثر من مسافة 100 متر 100 متر تذكر هذه 100 متر يعني ما هي المسافة التي يذهبها الإيترنيت كيبل هي 100 متر طبعا يمكننا استعمال repeater أو يمكننا استعمال أحد الأجهزة يعني لكي نقوم بتمديد الشبكة تمديد يعني الكيبل فيمكننا مثلا أن نضع إيترنيت 100 متر هنا حسن جدا 100 ثم نأتي هنا ونضع repeater الذي هو عبارة عن جهاز نقوم بربط هذا بهذا الكيبل معه ثم نأتي إلى الجهة الأخرى ونضع كيبل آخر نربطه مع الملفة الآخر حتى نحصل على 100 متر أخرى طبعا إيترنيت هذه الطريقة يعني لازالت استعمالها يعني العدد كبير من الشركات ولكنها ليست ليست مضمونة لأنه في بعض الأحيان أنترنت يعني تقل الأنترنت ويحصل هناك مشاكل ولهذا ينصح باستعمال الفايبر لماذا لأن الفايبر أوبتيك هناك فايبر يذهب مثلا حتى إلى 50 كيلو متر هناك طبعا يعني هناك نوعين من الفايبر حتى يعني نتأكد هناك نوعين من الفايبر هناك مولتي مود وهناك السنجل مود مهم مولتي مود والسنجل مود حسن جدا هذه الأشياء نحن الآن لسنا في الفايبر أوبتيك أو في الكيبلات يعني الآن أنت فقط خذ هذه المعلومة ومر عليها مرور الكرام فيديو قادم إن شاء الله أو في فيديوهات قادمة سوف ندرس الكيبلات بشكل مفصل الآن فقط إفهمها يعني قلنا أنا لدينا المولتي مود وأنا لدينا السنجل مود هنا إذا كانت هذه المسافة هنا في أغلب الأحيان يتم استعمال يعني حسب بعد المسافة ولكن يستعمل السنجل مود في العالم الخارجي يعني مثلا إذا كانت هذه البناية في في الرباط مثلا وهذه البناية في الدار البيضاء كازابلانكا فإنه هذا الكيبل يذهب تحت الأرض ويذهب عن طريق يعني ويذهب إلى الشركة الأخرى أو طبعا نحن هناك طريق أخرى هناك يعني الربط عن طريق يعني الـ MPLS والربط عن طريق يعني الفريم ريلي إلى آخره ولكن نحن سنقول يعني أنه يتم الربط عن طريق الكيبل نحن ليس عملنا أن نعرف إذا كانت هذه الكيبلات مربوطة مباشرة مع الـ MDF أو يعني يتم استعمال أحد يعني وسائل الـ routing ولكن نحن الآن لأننا نازلنا في فترة التعلم نريد فقط أن نفهم كيف يتم إيصال توصيل الشركة بشركة أخرى قلنا أنه يستعمل أحد الكيبلات التي يتكون في أغلب الأحيان يستعمل استعمال سينجل مود ما بين الشركتين وإذا كان هذا الـ MDF يتواجد في نفس الشركة التي يوجد بها مثلا هذا هو الطابق الذي نسميه نحن الـ Data Center الذي هو واحد وهنا لدينا الـ IDF فهذا الكيبل هنا ليس بالضرورة أن يكون سينجل مود لأنه نحن قلنا سينجل مود يذهب خمسين كيلومتر فما فوق خمسين كيلومتر ونحن طبعا المسافة في الشركة الوحيدة لا تكون خمسين كيلومتر يعني ماذا نستعمل؟ نستعمل مولتي مود مولتي مود يذهب يعني كيلومترين هو فايبر يعني سريع جدا ولكنه عبارة عن بلاستيك سينجل مود هو عبارة عن ليزر يعني ليزر سينجل مود هو عبارة عن سينجل عبارة عن ليزر مولتي مود عبارة عن بلاستيك نحن الآن لسنا في الكيبلات مهم خذوا الفكرة ولا تقشعروا ولا تنخالعوا المهم فهمنا الآن أنه ثلاثة أشياء قلنا أن بين الشركة قلنا أن الشركة هي عبارة عن سيرفرات حواسيب وسويتشات والروتورات والإنترنت قلنا أن الشركة في داخلها تتم ربط بين الأجهزة والأشياء الأخرى عن طريق إنترنت الفايبر إلى آخره وقلنا كذلك أنه هناك مكان اسمه الـ MDF الذي عبارة عن الـ Data Center أو المكان المركزي ويتم ربط الـ IDF معه عن طريق Fiber Optic طبعا الفايبر يكون Single Mode إذا كان خارج الشركة و Multi Mode إذا كان داخل الشركة الآن نأخذ هذه الصورة المبسطة عن الـ MDF والـ IDF لاحظ معي فهذا هو الـ MDF يعني مكان رئيسي هذا هو الـ MDF ويخرج منه عديد من الـ IDF IDF 1 IDF 2 IDF يعني هذا عبارة عن Firewall IDF 3 ثم بعد ذلك يتم ربط يعني هذه الـ IDF كما تلاحظون فهذه السيرفورات موجودة في مكان واحد مخصص لها وهذه السيرفورات موجودة في مكان واحد مخصص لها وكلها مربوطة يعني مع الـ MDF لأن الـ IDF في أغلب الأحيان يكون عبارة عن سويتشات فقط يعني سويتشات لأننا نحن نستعمل الـ IDF فقط لكي نقوم بالتحكم في فرع من الشركة وليس بالقيام بأي شيء آخر أما الأشياء الرئيسية مثل يعني الميل سيرفر DNS DCP لآخره فهذه الأشياء تكون في الـ MDF حسن جدا الآن نأخذ صورة مبساطة هنا لاحظ معي لدينا هنا الـ IDF لاحظ ما الـ IDF هي فقط عبارة عن سويتشات يعني لا يوجد هناك لا راوتر ولا سيرفر ولا أي شيء هي فقط فرع يعني تساهمنا أو تساعدنا في إيصال المعلومة إلى فرع من فروع الشركة الخاصة بنا فهي تكون فقط عبارة عن سويتشات أما الـ MDF كما تلاحظ هنا الـ MDF هي المكان الذي يتوجد فيه السيرفورات يعني السيرفرات وكذلك السويتشات والروترات يعني السويتشات الرئيسية أو ما نسميها نحن الـ Core فهمت؟ يعني تسمى الـ Core أو يكون بها كما تلاحظ جميع السيرفرات إما ميل سيرفر يعني كل السيرفرات يعني الـ DHCP إلى آخره الآن عندما يعني يجب أن تعرف صديقي هو أنه الـ MDF تكون دائما مصممة بطريقة مفصلة بطريقة يعني بطريقة يعني تسميها نحن ستوندر أو بمعايير دولية يعني يجب أن يكون يعني هناك يعني مكان لخروج يعني الحرارة كما تلاحظ فهذا هنا نسميه نحن يعني مهم منه تخرج منه الحرارة أو من نسميه نحن بالـ Fan يعني هذا تقوم يعني البرودة تدخل من هنا تطلع من هنا يعني البرودة تطلع من هنا والحرارة يأخذ وهذا يعني الـ AC هنا والـ Fan هنا يعني الفان هنا لاحظ معي الفان هنا التي يتأخذ الحرارة والـ AC هنا الذي يعطي البرودة يأتي من الأرض يتم تصميم بها بها الطريقة يعني يتم هناك معايير كما قلت يجب أن تتم تصميم بها الـ Data Center الآن نأتي إلى الـ IDF طبعاً لاحظ معي هذه الـ MDF المكان الرئيسي يكون مبرد بطريقة يعني بطريقة مخصصة أو بطريقة يعني بطريقة ما نسميها بطريقة معينة ولدينا الـ IDF الـ IDF فقط تكون عبارة عن مجموعة من الـ RACAT أو إلى آخره بها فقط يعني سويتشات يعني مجموعة من السويتشات الآن إذا عودنا إلى هذه الصورة لاحظ معي أخي فما كيف أصلاً يتصل إلينا في الثالث مثلاً نأخذ هذه الصورة هنا ونسميها الـ MDF يعني المكان الرئيسي المكان الرئيسي المكان أو الـ Data Center من هذا الـ Data Center يتم أخذ cable وإخراجه إلى الـ IDF الـ IDF توجد في بناية أخرى بهذا الشكل يعني IDF توجد في بناية أخرى أليس كذلك؟ أو بل هو أكثر من جهازك حسن جداً المهم هنا يتم وضع فقط سويتشات في مكان أخرى مثلاً هذه المسافة هنا قد تكون مثلاً 2 كيلومتر أوكي أو أكثر يعني لأن هذه توجد في مدينة أخرى فرع من الشركة يوجد في مدينة أخرى الآن هنا يأتي تأتي الأنترنت طبعاً من هنا يتم إصال الأنترنت إلى هذا المكان حسن جداً الآن تأتي الأنترنت من الشركة نبدأ مثلاً هذه الشركة الأنترنت تأتي إلى هنا يتم وضعها في مكان يسمى بالديمارك أو الديماركيشن الديمارك بوينت هنا طبعاً هنا هذا المكان وهنا يتم أخذ كيبل فايبر وربطه مع الفايروول الفايروول يكون هنا طبعاً الفايروول يكون هنا الفايروول قد يكون يعني سيسكو ASA قد يكون سونيك وال إلى آخره هذه المنطقة قلنا أن اسمها ديمارك D-E-M-A-R-C ديمارك حسن جداً يعني لغة جديدة أكتب مثل الدكتور القاعقاء بن جندع حسن جداً إذن لماذا يتم أصلاً وضع هذه المنطقة بهذا الشكل لأنه أي مشكلة يقع هنا فالشركة الأنترنت هي التي تتكلف بإصلاحه ال-ISP هي التي تتكلف بإصلاح أي مشكلة يقع من هذه الجهة إلى خارج وأي مشكلة يقع من هذه الجهة إلى الداخل فهو مسؤولية الشركة ولهذا يتم يعني توظيف المهندس إلى آخره لكي يقوم بإصلاح المشاكل التي تحصل داخل الشركة أما خارج الشركة فذلك يعود إلى ال-ISP أو شركة الأنترنت الآن قلنا أنه يتم ربطها عندما تأخذ كيبل من الأنترنت يتم ربطه أول شيء مع الفايروول الذي يكون عبارة عن فايروول وفي أغلب الأحيان يكون راوتر كذلك يعني يكون راوتر وفايروول يعني يكون مدمج راوتر وفايروول أنا سأخذكم في صورة بسيطة هنا هذا عبارة عن فايروول هذا ASA فايروول يعني جدار حماية جهاز جدار حماية يتم وضعه في الشركات لكي تحمي العالم الخارجي من العالم الداخلي أو يفصل ما بين العالم الخارجي والعالم الداخلي الأنترنت تأتي من الشركة لاحظ معي تأتي إلى نقطة الديماركيشن التي تسمى بالديمارك هنا ثم بعد ذلك دي اي اي مهم فاهمتموه لن أقوم بكتابة أمرة أخرى هنا هذه الجهة هي لالايس بي عفوا لأنني أكتب بالفأرة لذلك لا أستطيع الكتابة ثم هنا السلك الداخلي فهو مسؤوليتك أنت وهنا يتم ربطها مع أحد المنافذ مثلا منفذ واحد منفذ صفر عفوا من الأنترنت إلى منفذ صفر ويأخذون كابل آخر الذي هو قد يكون RG45 أو إيترنت كابل يأخذونه إلى السويتش لاحظ معي إلى السويتش هنا ثم يأتي ويتم إيصاله مع منفذ لاحظت معي يعني نأتي من الأنترنت نأتي إلى المنفذ هنا نأخذ كابل آخر نربطه مع ثلاثة يذهب ذلك الكابل إلى أين إلى السويتش أي مكان في السويتش مهم نحن لائما ما نضعه في أول منفذ هنا حتى نعرف أين وضعناه أو نضعه طبعا هنا إذا كان عبارة عن فايبر ولكن أنا فقط سأسهل عليكم الأمور نضعه هنا عندما نضعه هنا نأخذ الآن الكابلات الصغيرة التي يعني أي كابل ونقوم بربطها مع أحد المنفذ مثلا نبدأ من هنا ونذهب مباشرة إلى إما الحاسوب حاسوب مستخدمين أو إما إلى الهاتف يعني هواتف وفي أغلب الحياة يكون يعني الحاسوب والهاتف في نفس الوقت يعني الآن فهمتم كيف يتم الرابط يعني من أين بدأنا بدأنا من هنا قلنا أن لدينا يعني حاسوب ولدينا سيرفر ولدينا سويتشات ولدينا رابطورات والأنترنت قلنا أنه يتم ربطها عن طريق الإيترنت أو الفايبر أوبتك كذلك قلنا أنه لماذا نستعمل أصناع الفايبر لأن أغلب أحيان في الشركات تكون هناك داتا سنتر الذي يسمى بالمدف أو المين ديستريبيشن سنتر والإي دي اف العفونا هذا الخطأ هنا هذا يجب أن يكون إي دي اف حسن جدا المهم أننا يعني لاحظناها الآن جيد جدا إي دي اف لأنه كما تلاحظ إنترميديات إنترميديات أوكي الآن عندما تذهب إلى الإي دي اف كما تلاحظ قلنا أن هناك صورة مبساطة للمدف والإي دي اف قلنا أن الإي دي اف هي عبارة عن فقط سويتشات كما تلاحظ لا يوجد هناك أي سيرفر فهي فقط مكان لكي نقوم بتوصيل الخدمات إلى شركة أو إلى فرع من فروع الشركة وقلنا أنه عفوا أين هو قلنا أنه MDF هي عبارة عن الـ Data Center الذي تتوجد به السيرفرات والفايروال وإلى آخره قلنا أنه الانترنت تأتي من الـ ISP يتم ربطها عن طريق جهاز يسمى بالـ D-Mark حتى نفسر ما بين ما هو لنا وما هو علينا أي مشكلة يقع هنا نتصل بالـ ISP أي مشكلة يقع هنا فهو مسؤولية الشركة يتم ربط كيبل آخر مع ذلك الـ D-Mark ونقوم بإرساله إلى الفايروال لكي نفصل أي خطر قد يأتي من الانترنت إلى شركتنا ونأخذ كيبل آخر ربما نضعه هنا أو هنا أو هنا ثم يذهب إلى الـ Switch عندما نذهب إلى الـ Switch نربطه بهذا الشكل الآن عندما نأتي إلى الـ Switch هناك العديد من الأشياء نقوم بهذا داخل الـ Switch لكننا نتكلم عليه الآن نأخذ كيبل آخر ونذهب به إلى الجهاز المستخدم أو إلى الهاتف المهم إخوان أتمنى أن تكونوا قد استفدتم بهذا الفيديو حاولت يعني أن أفسره بشكل مفصل حتى يعني لا يكون هناك أي تساؤلات وكذلك يعني كما لاحظتم في هذا الفيديو قمنا بإطالته بعض الشيء لأننا نريد أن نسرع في هذه الدورة وليس فقط يعني أن نقوم بوضع خمس دقائق في كل فيديو فذلك يعني أخذ الكثير من الوقت إذا حتى لو أطل عليكم إذا أعجبتكم فكرة الفيديو طويل أرجو أن تضعوا يعني لايك وسبسكرايب حتى أعرف كم عدد الأشخاص الذين نسرع في لأن أعجبتهم فكرة الفيديو طويل وسننتقل الآن إلى الفيديو